السلام عليكم في قصة حصلت في جنوب السودان عام 1990 يعني قبل الانفصال جنوب السودان عن شمال السودان اللي هو السودان الآن واعتقد انفصالهم كان في عام 2011 المهم في قبيلتين عايشين في جنوب السودان وهم ترى عدة قبائل لكن الجد واحد اعتقد يسمون الانقور هو جدهم بعدين اطلعت من عندها هالقبائل هذي يعني هم تقريبا عيال عام لكن من بعيد في قبيلتين واحدة ينقال لها النوير والثانية قبيلة الدنكة ومن اكبر القبائل هي الدنكة طبعا هالقبائل هذي كانت معروفة بشراستها ومعروفة في قوتها والرجال عندهم دايما اللي تشوفونهم في البرامج الوثائقية اللي يتكلم عن حياة الشعوب اللي يرقصون الراكسة هذي الدائرية ويكونون الرجال دايما من ضعاف وطوال ويلبسون نفس يعني اللبس البدائي وعندهم عادات غريبة طبعا انا قبل ابدأ القصة بفهمكم الوضع اللي كان هم فيه يعني هالقبائل تأخرت جدا في الحضارة وكانوا متمسكين في العادات والتقاليد القديمة عندهم الرجل اللي يتزوج ان شاء الله امية واحدة دام منه مكتدر ما في مشكلة ومهر المرأة يكون اربعين بقرة طبعا اربعين تقسم عندهم عشرة حق الابو عشرة حق الجيران عشرة حق مادر منه هذا مهر المرأة عندهم ولما تروح لهم المرأة اللي بيت زوجها يحلقونها صفر يعني تجيهم صل عليش يقولوا هاك 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 نسلمها لك مثل مولدتها امها زين انا ما اطنز على لكن شيء احنا مستحيل اننا صدقة انه واحدة تحلق شعارها موس يعني صراحة شيء غريب فيقول لك ياخذها الزوج يعني تبدأ حياة جديدة عنده يطلع لها شعر عنده طبعا يتميزون الرجاجي اللي عنده مضعاف اطوال والنساء اقصار وترى نساءهم فيها جمال يعني سبحان الله الجمال السوداني هذا اما فيه شيء غريب عندهم سالفة يسمونها التشليخ التشليخ هذا اللي تعرفون الوجه اللي تلقون فيه علامات الندوب او الجروح القديمة هذي علامات عشان يميزون كل قبيلة من هالقبايل يعني انه وير لهم شلوخ معين عندهم ست شلوخ تكون على الجبهة مثلا دينكا عندهم على الخد في بعضهم يكتبون حرف هذي جبون موس ويحطون فيه قطن ويشلخون فيه الخد البنت لما يكون عمرها ست سنوات وفوق ويتركون الجرح مفتوح ويحطون عليه الزيت السمسم الى ان يبقى يعني الاثر طول عمرها موجود وصار هذا بعد يعني بعدين يعني صار من علامات الجمال ياريت يصر عندنا موضة ويشوف الفاشنستات كل واحدة مش هلخواجها يعني علشان يعني يكون جمالهم طبيعي مالكم بالطويلة القصة اللي حصلت في عام 1990 كانت كارثية بشكل لا يوصف ليش قبيلة النوير وقبيلة الدينكا بينهم عدوات قديمة جدا ثارات بينهم واحد قاتل الثاني وهذا يبياخذ ثارة وكذا وبعدين صارت بينهم هدنة بعد ما دخلوا بينهم هال شيوخ القبائل والمسؤولين في الدولة وهدوا الوضح لأن هذول يعني إذا بدت الشرارة بينهم خلاص ما تقدر توقفهم كل واحد عنده سلاح والموضوع الأسلحة هذا شي طبيعي بالنسبة لهم المهم في 1990 شيخ قبيلة النوير عنده موسى موسى هذا كان الوحيد من أهل القرية قرية النوير والقرى اللي حواليه مكمل دراسته ووصل إلى الجامعة حتى أن أرسله يدرس في الخرطوم ولد متفوق وشاطر ومؤدب جدا هذا موسى ما لكم بالطويلة موسى بعد ما تخرج واتصل على أبوه قال يبا بشرك أنا يعني تخرجت قال لا حياك الله قال رح يرجع في اليوم الفلاني قال لا ما في مشكلة ممكن تصل عليه أرضية لا تقول ليش ما عندهم تليفونات لا مول هالدرجة يعني أكيد فيه تليفونات يمكن تليفونات أرضية يعني وبعدين أبوه شيخ قبيلة تليفونات موجودة من ثماينات يقدر يشتري المهم ويجي موسى من الخرطوب إلى قرية قرية النوير كان الوقت المغربية توها ظلبت الدنيا أول ما مر مر على مزرعة أبوه مزرعة أبوه تكون مقابلة إلى بيت أبوه اللي هو الشيخ شيخ قبيلة النوير ويملك ما شاء الله خيم رب العالمين وكان الأبوه يفتخر في موسى ويتفاخر فيه قدام حتى القبائل الثانية أنه ولدي أنا متعلم وأنه دخل الجامعة والحين تخرج وراح يجي وقال لهم بسوي لكم عيش إن شاء الله أول ما يوصل اليوم يوصل بكرة جهزوا نفسكم راح أسوي حفل ما صار ولستوه ولكل ناطر متى يجي موسى علشان يبدؤون يسوون حفلة وينبسطون موسى لما وصل وكانت الدنيا شوي توظلمت مر على المزرعة ولا يلقى أبوه واقف في المزرعة الشيخ يسقي الزرعة سلم عليه ورحب فيه وحبه وكذا قال لا يا يبا أنت ليش يعني امتعب نفسك عندك يعني هالشغالين اللي عندك والعمال قال لا لا أنا حب يعني أزق الزرع وانتبه عليه بنفسي قال لا يبا أمانة خلني أنا اللي أكمل عندك شغل خلاص أنتظر أنا إلى أن يعبي الحوض هذا المسوي للنفس الحوض الترابي يعني بس يعبي يقوم يفتح لفتحه علشان يتسرب إلى الجهة الأخرى فالشيخ هذا كان منتظر بس الحوض هذا يعبي قال لا خلاص يبا أنتروح وأنا خلاص انتبه وهاك خل السلاح معك لأن موسى جاي من الخرطوم مو مع سلاح وهناك ما يمشون إلا بأسلحة لأن أصلا قبيلة النوير عندهم عداو مع الدنكة فخايفين يعني وصارت عندهم عادة ما يمش إلا مع سلاح فقال حق ولده وخايف عليه قال لا يبا خل سلاحي عندك عنده سلاح طويل عندنا أول فعندهم سلاح يعني هذا سلاح فيه طلقة واحدة وتعبي طلقة واحدة وتعبي فقال له خل السلاح عندك دربالك عن نفسك لين تخلص أرجع البيت أنا انتظرك وراح اجهز لك العشة وراح كذا وقال لا ان شاء الله راح الشيخ البيت قعد موسى ينتظر الحوط متى يعبي فحاط الاسلاح على ظهره المهم الأب والحين ينتظر ولده ساعة ساعتين ثلاث تأخر موسى يطلع برا البيت يدور يشوف وكذا قال معقولة يعني بعد ما خلص من المزرعة رايح يزور ربعة مثلا يسلم عليهم ولا شي قال ما يخالف شباب ويمكن مبسوط انه توم يتخرج خلى ما يخالف لكن اهو يعني خايف عليه لان الوضع عندهم متوتر وخايف من الانتقام وهذا الولد اهو كل شي في حياته وهذا ولد الشيخ ولد رئيس القبيلة قال خلن انتظر شوي ينتظر شوي صار ساعة واحدة بالليل خاف قام طلع على سلاح وقعد يفتر يدور على موسى اهل القرية ينادون شفيك شيخ امر شعندك قال ما شفته موسى قال ولدك مو يعني مسافر رح نعرف يعني متى وصل ولا ما قال ايه وصل بس ما جاني البيت قال شلون يعني وين شفت انت قال انا خليت في المزرعة قال لي بيزقي الزرع وخلاني امشي فانا الى الان انتظر وما وصل قال وشيخ احنا ندور معك وقعدوا فعلا يفترون بين هالبيوت وكذا متوجهين جهة المزرعة والمزرعة ما هي بعيدة ورحوا للمزرعة يدورون يا موسى يا موسى يا موسى ما في ابد تذكر شيخ وين المكان اللي يتركه فيه اللي هو مكان تعبئة الحوض هذا الترابي ويروح هناك ولا هذا ولده موسى طايح على وجه وظهر مفتوح فتح شدي فتح اطلق النار لأن هذا الاسلحة اللي يستخدمونها هم في هال الاماكن هذي عندهم مسلاح الطلقة لما تدخل في جسم الانسان تعمل فتحة صغيرة لكن لما تطلع تفجر هالمكان هذا يعني تكبر الفتحة هذي فشاف ظهر ولده مفتوح وتأكد انه واحد اطلق عليه النار هذا شيخ ولد الشيخ واهل القبيلة معاه يوم شاف ولده ويصرخ صرخة الحرب يعني عطاهم الله صرخة الحرب ويستنفرون القبيلة عن بكرة ابيهم والشيخ نهار ويبت ومعصب ويبي كسر الدنيا يا شيخ امر امر يا شيخ ولا تبتش يا شيخ انت بس اشهر يا شيخ قال لهم انا ابدأ هلوجيه هذي ابي اخذ حق ولدي ما يطلع الصبح الا ما اخذ حقه قال وانت تقصد منه يا شيخ قال قبيلة الدنكة حنا ما عندنا عداوة الا هال قبيلة هذي وكيد كانوا ينتظرون ولدي لان ولدي الشيخ وعارفين ان ولدي توم تخرج وجاي واني بحتفل فيه وان هذا الوحيد ان لو ينقتل هو اللي راح يأثر فيني يعني كثير قتلوا من قبيلتنا انا ما تأثرت لكن انهم يقتلون ولدي اللي هو شيخ المستقبل هذه هي الاهانة وقال والله ابشر بسعدك يا شيخ ويلتمون 500 رجال خلال 5 دقائق احنا لو سوي استنفار يبيلك 24 ساعة علشان تجمعون 200 رجال لا لا خمس دقائق ولا 500 رجال وكل واحد معه سلاحه وقالهم شيلوا جثة موسى وادفنوها يوم خلصوا الدفن ولا تو الشمس هه بدت تطلع والهجوم ويجونك قبيلة النوير على قرية الدنكة ويسوونها جمر ولعوا في بيوت القرية بالكامل 270 بيت ولعوا فيه بالرجاجير والحريم اللي موجودة داخل طبعا الناس قامت الدنكة ما هم مستعدين ولا يدروش السالفة قامت الناس شردت اطلعت منها البيوت وكذا لكن على فكرة الدنكة مهينين اذا مثلا النوير هذول عندهم خمسمائة رجل اللي هو محارب هذول عندهم الفين رجل محارب لكن ما كانوا متجهزين حق المعركة المهم لحد ما استوعبوا الدنكة الحاصل والغزو اللي جاهم مفاجئ ويلتمون ويبيدون لك قبيلة النوير عن بكرة بها صار طحن شيلوا بوك حطوا اخوك اي واحد يشوف واحد من القبيلة اي اقتل على طول بدون كلام هذا يغزل القرية هذه والدنكة يغزل القرية النوير وقام وقتلوا يعني المعركة هذه ما غابت الشمس الا ميت 270 شخص طبعا نساء ورجال وقتلوا فوق ال55 بقرة بطريجهم واحترقت 270 عشة او بيت وتشردت العالم وكانت مجزرة بمعنى الكلمة اضطرت السلطات السودانية ايامها للتدخل وطلبوا مساعدة من الجيش السوداني قام دخل عليهم بين هالقرى علشان بس يفاككهم عن بعض ما هو قادر طبعا الجيش ما هو في قوة واحترافية اهل القبيلتين هذول هذول ما يستخدمون مثلا الات متطورة لكن عندهم قوة جسدية يعني تفوق السلاح سريعين يهرب بسرعة يرجع بسرعة يقفز بسرعة يعجننوهم المهم بعد ما تدخلوا السلطات ودزوا كبار المسؤولين في الدولة حق شيوخ القبيلتين وهدوا بينهم وكل واحد راح ياخذ حقه وصدقوا لحظة شوي وهدوا وكذا هدوا شوي كان ما في مشكلة طبعا كل واحد شوي تشفى من الثاني كل واحد ذبح من الثاني 150 120 130 المهم يوم هدوا شوي استدعت السلطات شيخ القبيلتين قال حق شيخ الدينكة ليش يا شيخ ليش هذي هذي السلطات تسوي هنت قال شنو فهموني المعركة هذي شنو كان سببها اذا كان على الثار القديم راح نسوينا هدن وهذا عيب وانتم اخلفتم في لا لولا اي ثار قديم ليش تقتل موسى شوف من من ربعك اللي انتم حرضة ولا احد من ربعك تقصد وقتل موسى ولد الشيخ شيخ النوير قال يبا انا ما ادري عنه هذا من اللي قال هذلكل ومن اللي يثبت ان احد من قبيلتي هو اللي قتل موسى التفتوا على ابو موسى الشيخ قالوا يا شيخ تكلم قال انا ولدي توه جاي من الخرطون ومتخرج وكذا وهم عارفين اني ابي افرح فيه فقام وقتله قال زين انت شفت احد اقتله قال انا ما شفت انا والدي تركته عند المزرعة وعطيته سلاح ولما رجعت البيت انتظره ما رجع لما رحت لقيته مقتول ومحد له هدف او يتجر انه بس يفكر انه يعتدي على والدي غير هالقبيلة هذي لانه فيه بين اثار السابق قالوا لزين اهدى شوي وين جثت الولد قال دفننا قال شون دفنته نبي نشوف الحين نبي نتأكد قال روحوا وامبشوا القبر ما عندي مشكلة ويروحون السلطات الامنية وجابوا خبرة من الخرطوم وحالتهم حالة واحفروا قبر موسى وطلعوا ولا فعلا الولد مصاب بطلقة نارية لكن شلون كانت عملية يعني القتل اضطروا انه يجبون خبرة حتى من بره كان عندهم فريق جنائي زايرهم من بريطانيا واعتقد كذا المهم فطلبوا تدخلهم لانه الموضوع يعني يحتاج فعلا الى حل جذري لانه القبيلتين اذا ارجعوا مرة ثانية راح يكونون القتلة بالمئات كافي اللي مات وحين والتي تيتم وكافي اللي ترملت الحريم وكذا اذا واحد فيهم متزوج امية مرة ومات شلون يعني وين يروحون امية مرة ارملة يعني قالوا يبقى احنا لازم نحل هالمشكلة بسرعة ولا الطلقة اللي قتل فيها موسى ادخلت من تحت بطنه وطلعت من ظهره لكن جهة الكتف من الععلى يعني الطلقة جت من تحت وطلعت فوق استخربوا يعني اللي يطلق عليه النار يعني لازم يكون نايم عشان يطلق عليه النار من وين طلع لهذا شنو يطلق عليه النار جابوا سلاح موسى اللي كان معاه ما لبوه الشيخ قالوا تقريبا الاثار اللي تسببت فيها الطلقة في جثة موسى تقدر تسويها هذه البندقية اللي كانت عندها لكن ممكن هالبندقية منتشر عندهم راح الفريق الامني الى موقع الجريمة ودائما يقول لك موقع الجريمة هو صندوق الاسرار اذا كان رجل العدلة الجنائية شاطر او اللي يحل اللقص مستحيل لابد تلقى في هالمسرح دليل او اثبات عاد حسب ذكائك وحسب خبرتك الجنائية المهم ويجيبون الفريق الجنائي وين يبقى لقيته الجثة لقينها هني يوم وفحصه ولا فعلا في اثار الدماء دماء موسى فقعدوا يفحصون بشكل دقيق جدا لقوا شنو لقوا في اجزاء من اغصان الشجر ما هي شجر يعني زرعة يعني اغصانها مكسورة وكأن واحد ساحبها السحب لكنها موجودة فسألوا ابو موسى قالوا موسى هذا سلاحي يعني قال له هذا سلاحي وهو كان جامل خرطون وعطيت عشان يحمي نفسه فخذاه وحط على ظهره فقعدوا يبحثون كذا ولا في اثار للبندقية الظهر نموسى نزلها من ظهره وحطها على الارض لكن خلى مؤخرة البندقية على الارض وفوهت البندقية فوق يعني سواها مثل العكازة وقاعد ينتظر الظهر النمل من الوقوف فمترك على هالبندقية ويطالع في الحوض متى يمتلي لما شاف ان الحوض خلاص يعني امتلى ففتح له فتحة بسيطة تريد يعني يزيل عنه السد علشان يغير اتجاه مجرى الماي لما نفذ المهم اللي عليه يبي يرفع الاسلاح ولا الاسلاح لغصان داشة اغصان الشجر اللي كانت موجودة والزرع داشة في مكان الزناد فسحب السلاح من الفوهة وضغط الغصن على الزر او زناد للسلاح فانطلقت الرصاصة من البندقية واصابتها في اسفل البطن واطلعت من الجهة الاخرى من يعني ناحية الكتف من الاعلى يعني موسى ما حد اقتله موسى قتل نفسه عن طريق الخطأ وشيخ النوير تسرع تسبب بكارثة ما لكم بالطويلة بعد ما اكدوا لو طبعا تعال اقنعه في الموضوع قال لا موسحح يا ابن الحلال تعال شوف زين طلقة دشت من تحت البطن طلعت من الكتف شلون انت فهمني او كأن انحرج ولا تورط ما لكم بالطويلة سوا وتسوية بين القبيلتين وصارت سالفة وكل واحد يدفع حق الثاني تعويض وقامت البقر بالالاف رايحة مني وجاية مني هذا قاتل لا واحد دفع لها تقريبا خمسين ستين بقراء وهذا دابح لها عشرة يعني صارت عندهم كارثة اقتصادية بشرية وطبعا الشيخ يعني ما احد شي يقولولا بعد بعدها التسوية اللي صارت والتنازلات اللي صارت بينهم علشان يهدون الاوضاع وكل واحد فيهم سقط عندها ضحايا واحترقت عندهم البيوت والثروة الحيوانية اللي عندهم ابيدت يعني بسبتها المعركة هذه نهاية صالفتنا وفهمان الله مع السلامة